ايه فاكرين لما قلت لكم ان القرية شكلها وحش وعازت تتغير يا احنا نغيرها النهاردة فالمغزئ اللي انا عايزة اخلي المنطقة كلها ريفية فما عادرش عمل مدينة انا كنت اقول لكم الاول نعم المدينة بس بعد كده غيرت رأيي لان القرية ريفية اكتر من المدينة المدينة دي مثلا محتاج مكان اوسع من كده بكتير بكتير اوي فاخدت وقت اللي انا اشيل كل البنايات اللي كانت هنا كل البنايات اللي كانت هنا كلها تشالت ممم وزبطت المنطقة على حس البنايات اللي انا هبنيها الجديدة بقى وصح اللي انا عملت الفكرة دي قبل كده كمرة بس الفكرة دي هتبقى مختلفة المرات دي القرية دي هتكبر بيكو انتو هابدأ بالبنايات الاسسية وبعد كده انت هتقولوا انتو عايزين ايه يبقى في القرية في الكومنتات وطول الموسم هنحط اي حاجة انتو عايزينها حرفيا في القرية دي ده ده هيكون اول بناء انتو اللي تبنوه مش انا فخليني كده اقول لكم الخطة بتاعتنا على السريع هنا الحالة دي هيبقى فيه طحونة عملاقة هلو؟ ليه عملاقة متسألني ايش هي تبقى عملاقة بس لان انا بعمل نفس الطحونة بقى لي فترة فهنعمل واحدة عملاقة المفروض هنا هيبقى فيه ثلاث بيوت تمام اه تحت هيبقى فيه ثلاث بيوت برضو هنا بيتين وفي نص البيوت دي هيبقى فيه فارمات نفس الفارمات اللي انا عمل هنا يعني نفس المزارع نفس اشكال المزارع دي كده بالضبط ومن هنا من عند الهب الزغير ده هنشيل الشجرة فيه شجرة هنا هنشيل الشجرة دي وهنوصل طريق زي ده بالضبط للقرية هنا نفس القرية اللي فاتت مش متأكز كنت انا عايز احط فيها سور ولا لا بس انا يمكن انتهب ايه الامر اللي احط حولها سور كده كامل عملا انا محتاجة اجمع ستون حلو فالحلقة اللي فاتت احنا عملنا ايرون فارم تعال وورها لكم انا افكت فيها شوية حلوين وحطيت كاربت زي ما كان فيه شوية كده ناس جامدة قوي في الكومنتات بتقول لي حط كاربت تحت البداية عشان يترسم من فوق فعندنا هنا بقى كمية الايرون اللي انا جمعتها من الافك اللي انا عادت فيه كمية حلو قوي اللي انا اخذها وحولها البيكون فانا عملت كرافت لشوية ايرون كده ومطلع بالضبط اللي انا محتاجه للبيكون وانا معاي البيكون هنا في الباك باك اهو وبكده يبقى معانا احنا بيكون جاهز دايما عشان اجيب اي ستون انا محتاجه انا لسه مخلصت الشغل على التريدنج هوب اللي انا شغال عليها هنا لسراح انا ما عملتش فيها حاجة خالص اما الواضح ان الوحوش خدوا مكان المكان ده وحولوا الهوب بتاعهم مش التريدنج هوب بتاع الفيليجلس بقى بتريدنج هوب بتاع الوحوش نايس اهم حاجة انه بومبو وزيغ الفل اللي انا اوار عليك يا بومبو يا جامد انت عشان تعرفوا اللي انا بقرأ الكومنتات كلها وآية اي دي اللي فيها ساهمين في ناس قالتلي اللي احنا ممكن اخد غرفة من الغرفة الكتيرة اللي في القلعة وحوالي الغرفة التخطيط نحط فيها المخاططات بتاعتنا والاهدف بتاعت السلسلة فانا عجبتني الفكرة قوي وكررت اللي انا اخذها الغرفة زي هي مش كبيرة لكن هي اقلب دورين تمام احنا هنقفل حتة دي كده اللي فوق وهنعمل دورين هنا ممكن نحط مثلا خريطة الخريطة مثلا بتاعت الماب كلها هنا يعني الغرفة اللي فوق دي هيبقى فيها الاهداف فالمتعالي دي فكرة حلوة اوي دي كور القلعة ممكن يكون خلصان الحلقة الجاية لان اصراح ما عنديش وقت اشتغل عليه بس ممكن يكون خلصان الحلقة الجاية ان شاء الله وبالمناسبة دي اعلام جيش البطيخ يعني اعلام جيش البطيخ شكلها حلوة اوي اه في نفس التايم لاب هنبني زي برج كده كبير تمام عشان يودينا للاند ده البرج اللي هيكون بيودينا للاند بدل الحفرة ما افنا دي بيفي برج جينا كبير كده اسمه سوبر سميلتر اه هنشيل السوبر سميلتر ده من هنا وهنا بقى ننقله في القلعة انا نسيت ان في بط ده بط ولا اوز والله حد دلوقتي ما اعرف لكن انا متأكد ان احطك في مكان كده واسميك اسر لا ثانية واحدة بقى انا رجعته معي ليد اهل انت تقدر ان امسكك بالليد او ماي جود اقدر حيوان اليف انبص انا احميك بروحي انت شكل كيوت وعجبني يعني يا كيوت انت كيوت قوي احطك فين انا دلوقتي تعال انا اقولك انا احطك في حتة حلوة قوي هتعجبك الحتة دي جام ده اي تعالفوا ده ممكن نعمله ايه ده ممكن نعمله مكان زي بيت لي خص في البحيرة اللي هناك دي بيت خص بالبط فمينازي يبقى كده في بقى الليبات ويبقى في دي كورات مائية وحاجات حلوة قوي تعالفت النقط؟ تم مفروض تطير صح بيتير بيتير رفرفة بسيطة بس مهم انه بيتير تعالى هنحطك مع جيش البطيخ عندنا هوريكم بفجأة دلوقتي عملتها لكم يا جيش البطيخ تعالى 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 سنة سنة بس يلا تحرك قصدي يعني تحرك يا سكر بص بقى جيش البطيخ بقى بص بقى على وضع جيش البطيخ اه تعالى واحدة واحدة شايفين؟ شايفين مش انا وعدتكو ان جيش البطيخ هيبقى هيبقى ليه حاجات خاصة كده الحلقة دي اه اه ايه رأيكم؟ بسيوف بقى سيبك من كلمة ارمالسان دي بس اسمكو ظاهر هنا والبطيخ وفي ناس مسكابو جيش يا جزعة جيش جيش نحط البطة ولا الاوزة دي هنا حلو؟ وعايزكم بقى تجيبولي اسم حلو جدا ليه في الكومنتات واكتر كومنت عليه لايكات للاسم بتاعه هسميه كده اوكي دلوقتي جيبت البناء هبتدي الاول بالقرية وبعد ما خلص من القرية كلها تماما ههعمل التاور بتاع انت انا كنت عايز اعمل حاجة كده زي عين ضخمة ولكن انا تذكرت اللي انا عايز اخلي كل حاجة ريفية واقعية ريفي واقعي فعشان كده مادرش اي ابني اي نوع من البنايات الا الريفي فقط مستعدين لتحملها بصناعة القرية let's go اشتري في البيت اشتري في البيت اشتركوا في القناة اوكي فانا خلصت جزء كبير جدا من المشروع ده كله تمام اللي هي الكارية جزء كبير جدا منها خلص اللي هي التحونة والبيوت والطرق والمزارع بس لسه فيه جزء اكبر انه يخلص السور وفيه كام برضه سفينة زائرة وبيت والمكانة اللي بيتحط فيه المياه يعني اللي بتاخدها الكاروين مفروض يتبني هنا لسه مبنيتش ده ولا بنيت السور لسه السور لازم يتبني ولكن الموارد خلصت كلها كلها ما بقاش فيه حاجة خالص ولا واحدة وانا للصراحة يعني كان ممكن اعاد اروح اروح دلوقتي اجمع موارد ثانية وكامل تايم لاب كان مفيش حاجة حصلت بس انا للصراحة مكسل وكمان مش متأكد زي انا عايز السور كازا مرة انا اقول لي الجامعة دي ساعة لو كازا مرة ابني قرية وقول لي يا تار هحط فيها السور ولا لا السور ولا لا اقولوا لي انتوا بقى فعشان انا محتار وكده قررت لانا اجل موضوع السور ده يحد ما عارف رأيك واذا كنتوا عايزين السور ولا ده غير ان الهلمت بتاعتك قصرت ولا بجمع ما عارض بكريبر ما عفن ده معناه ان ده هو وقت اللي بقى اللي انا اجيب نزل رايت لان كده كده ما ببقاش ينفع ان كده لازم يبقى معايد روح نزل رايت ممكن للاقي زرايت الاول يعملت هل Psى دي فكرة احسن لنلاقي زرايت الاول اللي المكان ادع فخم اكسم بلان المكان ده فخم كده بفكرني بجيام установ بشرونز مش عارف ليه بص idiots بفكرني بجيام ustronos انا انا في اي اوكي تمام انا في نفس الوقت الاي ايه يا باشا طلع عباد عن ايه ? وانت اي الا يا قاينه ؟ اشحعرف لسبب ان ما نجل مكان ده ملاقي الجامد اوي مش حارف ليه انا مهم ده وقت اللي انا انزل هذا الجامع هنا مباين ده صح ؟ قم دمتها يقلي كويس لموضوع التجميع هذه أول واحدة هي يعني واحدة تعلت واحدة الربط أم للإنفنتوري نزل راك ومجمدتش غيرها أربعة بس بقوا خمسة اوكي فموضوعي طول هعمل قط هنا واحد دو ستري اوكي فأنا دلوقتي معي تمانية نزل رايت انجلت حل جاب الاسميستيك تيبل معي والأنزل واللافس عشان اطور كمان الهلمت دي واشوف لو في اي حاجة تانية محتاجة تطوير اطورها كاكس بتاعي رجع ولا كأنه جديد زال فل الوقتي بقى خلينا نبدأ انا احاول الحاجات كده للاسمه ده نزل رايت سيف نزل رايت كاكس نزل رايت اكس نزل رايت شوف الله شوفل نزل رايت بوتس نزل رايت لجنزل رايت هلمت نزل رايت وعشان نجب الاتشيف منتشيست بلايت نزل رايت دو 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 كافر مين ديبريز اخيرا بيت نزل رايت اوكي وقت التطوير اكوا انفرنتي بروتكشن فور حاليا ماشي يعني حاليا ماشي الحالي حد ما انا بقى ايه هشوف لي كده كده كنت بتطويرات حلوة الى البيت فانا سيت اديكم جاولة كده على الحاجات اللي انا بنيتها فاولا البرج بتاع الانت تمام ايه رأيكم في البرج بتاع الانت انا حاولت اخليه تبيه بالسرونجهولد شوية بس فيه خشب يا انا قولوا لي كده لو عملت شغلة حلو مش متأكد من شكله عملت ديزاين خفيف للسوبر سملتر هنا اما البيوت بتاعتي القرية فهي بيوت عادية تماما مفاش ايش جديد بس ايه عادية لانهم اصلا ميستحقوش ان يبقى عندهم حاجة عادية ميستحقوش حاجة خالص انا بس كده اعاطف عليهم عشان المنظر مش اكدر طبعا ما يستحقوش باب كمان اياه هم يحتاجين باب في ايه اصلا شباك لعنكبوت في كل حط لانهم ميستحقوش بيت نظيف فاللي انا بفكر اعملو دلوقتي ولا انا احط شوية حياءة بقى للمكان ده هنا اوكي سو هنحط شوية حيونات في المكان بتاعتهم هنا وبعد كده هنبني كم حاجة هنا في البحيرة دي ويمكن اعمل كده كم تشكيلة في الحيطة دي مسلا ممكن نكبر القرية شويتين ونجيب تاور هنا مسلا وبعد كده نوصله باللي هناك ده عشان لسه حاسنا لسه مخلصتش يعني انا عندي احساس انها مش خلصانة فاهمين اوكي دلوقتي احنا محتاجين نعمل جولد فارم عشان من اخر مرة الريلز كلها خلصت وانا هحتاج ريلز تاني في المستقبل عشان هحط فبالتالي جولد فارم بس قبل انا محتاج اناقل كل حاجات اللي هنا للقلعة انا مركب مود عشان الحركة دي بالذات عشان انا ما بحبش لما اجي اناقل من مكان لمكان اقعد اجيب بقى شلكرات واحط الحاجات في الشلكرات وانقل في الشيستات لا 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 دلوقتي كله انا محتاجة اعمله ببساطة انا اروح للشيست شيفت رايت كليك ودلوقتي انا اشيل الشيست نايس طبعا اشيله بكل الايتمات والحاجات اللي فيه وانا عشان شخصه محترم وعمل طريق همشي في الطريدة يحد القلعة احط الشيست في المكان اللي يعجبني اه بالمناسبة انا عملت حاجات حلوة اوه بالمود بتاع ارم الستان ده وده تباك تمام ايه ده تباك بس انا قدرت اللي اعمل بها حاجات جميلة قوي فانتو تشوفوا ممكن يكون سانا بس نحط الشيست ده هنا الاول فيه كده ناس قاعدة تمام من جيش البطيخ ولا ده مش الجيش ده بقى دي مواطنين البطيخ تلاقي ناس قاعدة وتلاقي ناس قاعدة بتزرع دلوقت هنا ايه تلاقي ناس بتسلم على بعض وناس بتسلم عليك انت كمان وناس بتزق عربيات للقلعة العربيات دي هيكون فيها موارد وحاجات وفي الاخير ناس بتحرس القلعة يا ادتا بك دي جمد يا شباب هناADA في الحظيرة بتاع الحيوانات هنا حاطت واحد برضو براع الحيوانات هنا فيه الناس هنا شغالة جدا دلوقت واحدة انا بيدخل اول موارد جدا الكلة لي هو اللي انا بعمله دلوقت وانا عملت شوية دي كرات تمام للقلعة مش كل غرف بس عملت شوية دي كرات للغرف دي الغرف اللي يبن زي المدخل دة المدخل بدع القلعة وهنا هحكيلكو عنه ساماني بس اوكي ده المخزن حال فاحنا خلينا نحط ده هناكده وانشيل ناو مكتش عارف ان ده فيه عانيناك وانا بنقول لي احنا هنشيل كم شس من هنا كده عشان نواسع مكان للشسات بالتاخل اللي هناك نحطه كده حجات اللي فيه كلها تتحط ناي س دول 주는 وثمت ذلك اروح بقى كام綠 شسات وح osobتها هنا اه بالمناسبة السرير ده بحاول النهار الليل حرفيا يعني هو سرير منه خاص ولما ايه نام عليك نقدرش فيه حيانات اما فين الحيانات دول فين الناس اللي عايزة تتربى دي انا مش سامع هم فيه هنا؟ طاع؟ مفيش حاجة هنا الدنيا ضلمة هنا بس مفيش حاجة هنا الا، الا الا استئا استئا ارداد اي لازم نتلع لهم من فوق boiled so انا نسيت ان انا الممرات اللي من وسط الحيطان دي هتريس من لها حوش هلى واش اخباركم لقتم centrائم مسخبية في fantastواف اي انا يمكن اعطي طريقة لان انا حط ان احط telago fix with بحيس اللي انا احبنا احسبدالحيطان دي كلها حالو شاين قيدوا لستواجه والمناسبة احنا احنا وصلنا اليوم متين في العالم ده تخيلين الصراحة في 200 يوم ماينكرافت وعملت فيه كل ده ده كده ده انجاز عظيم يعني اثناء ما عمر بيحاول انه يوصل كل الحاجات بتاعته في القلعة عايز اقولكو عن عالم الموسم التاني عالم الموسم التاني من سينجبير انا اعتقل ان هو ينزل للجوال هو فعلا هينزل للجوال تمام بس هيبقى فيه شوية مشاكل لبعض الناس في بعض الجوالات هيكون العالم شغال عليها بطريقة زي الفل وفي بعض الجوالات مش هيكون شغال عليها كويس فدي مشكلة انا مش هقدر احلها لانها بتعتمد على الجهاز بتاع كنتو ولكن انا وعيدكو انها تنزل الموبايل وفعلا انها تنزل الموبايل فهتلاقوا الرابط بتاع تحميل العالم للبي سي وللجوال في الدسكريبشن تحت اما بالنسبة للعالم الحالي من الموسم التالت هتلاقوا الرابط بتاعه في الدسكورد بس يكون في العالم من القرية والإن كاستوم يعني انا اللي اعملهم مش متراسبر مش مع العالم فبالتالي لازم تاخد حزرك من الموضة ده اوكي ده اخر شست انا بتحبت احد اعمال شل شستات من الصبح بفكر اللي انا احط مودة عربيات بس عربيات ريفية زي دي كده بس شغالة بقى ايه رأيكم في الحوارة ده يا شباب وربنا هتبقى حلوة على اساس اللي احنا بنحاول نعمل ريفي بقى بجد وحوارات من ده الموضو ده هيبقى فكرة فكرته حلو قوي ليلي رأيكم في الكومنتات اقولك على حاجة احسن بلاش الكومنتات لان كنت بتكتبوا حاجات غريبة في الكومنتات انا هعمل لكم تصويت في المنتدى بعد الحلقة ده بالزبط وقالوا لي اه روحوا صوتوا هناك ازي كنا عايزين نحط مودة عربيات ريفية ولا لا انا مش متأكد اصلا ان فيه مودة لعربيات ريفية بس يحد دلوقتي المودات اللي انا حاطتها دي مريحانة بطريقة فضيعة ايه دلوقتي دلوقتي انا ابني الجولد فارغ مش كل حاجة هتكون بناء يعني وانا اه بحب البناء وبحب الديكورات وبحب كل حاجة من دي بس يعني لازم نعمل فارمات مش عايزين نغلط نفس الغلطة بتاعت المرة اللي فاتت اه كسرت البدروك اوكي وطلعت فوق عملت البوابة هنا عشان احنا نبني الجولد فارم هنا طبعا انتو عارفين ان الجولد فارم تتبني فوق يلا نشوف يوتيوب اوكي لقيت شرح مناسب جدا لي وهو 8 دقائق طبعا وكل عادة من حبيب الملايين وحبيب انا شخصيا شلكر كرافت تقدروا تروح وتتفرجوا على الفيديو بتاعه لو عايزين تعرفوا الفارم دي بتتبني ازاي بس انا عن نفسي اعمل عليها شرح بسيط جدا دلوقتي في الحلقة دي اوكي سو انا بحاول انا اعمل شرحات اكتر عشان اتطور فيها وبعد كده يمكن اعمل سلسلة تعليم بناء الله واعلم يعني حسب لو انا شرح يتطور وبقى احسن وبيتعرف واشرح زي الناس ايبا شي حلو في الوقت اني محتاج اعود مع الفيليجرس دول شوية نجيب الموارد اللي احنا نحتاجها على بومبو شيخ بورك كل الموارد اللي انا محتاجها هنا فانتو محتاجين 3 شلكرات حلو الشلكر الاول في الموارد دي شلكر الثاني في الموارد دي والشلكر الثالث في الموارد دي للناس يعني اللي حابة تشوف الموارد ليش خلق انا اضافة في المونتج ودلوقتي بنطلع عن نيذر روف طبعا بالطريقة الريدستونية اللي احنا كلنا عارفنا تي انتي وبيستونز نعمل F3 ومكتوب في البيوم هنا لازم يبقى مكتوب حاجة اسمها نيذر ويستس ولا لازم نبني الفارم في حتة اسمها نيذر ويستس فعينة هذه بالزبط ايوة هنا هنبني الفارم هنا بالزبط شايفين جملة نيذر ويست دي دي معنى انك تبني الفارم هنا بالزبط كما بدقينا هنحط ستاك كامل لفوق كده لما نطلع هنا هنعمل بلاتفروم من الجلاس بتريل انا بعملها بالزبط هنحط ثلاثة بالشكل ده وبعد كده هنحط ثلاثة بالشكل ده برضو كده دلوقتي هنحط الكليكشن سيستم اللي هيجمع كل حاجة فهنحط الشيستات بالطريقة دي كده وبعد كده هنحط هنا هوبرض بضاهر كل شايف وبعد فهنحط كمان صفشيستات لذا نعمل بلاتفروم من هوبرز teach 3 اي 3 يعني هنطلع من هنا تلاتة من كل شايت فهن spor tapa اي جانباه برضو 3 هوبرات كده لاورا ومن الشايتات اخرى هنطلع كل هبرات والشايت الأخير هنطلع كل خلائح في النص فهنحط كاربيت على كل الهبرات d وبعد كده هنقفلك عليهم حيط من ازاز بالزبط زي كده. دولتي لازم نطلع بالدائرة الازاج دي الفوق يا حد ما يبقى احنا في ارتفاع ميتين وسبعتاشر. قدر تشوف الارتفاع من هنا. اما بالنسبة لان عندي موضة الخريطة فالارتفاع بينا عندي من غير مضغة اف سري. ولما نوز الارتفاع ميتين وسبعتاشر هنحط بلوكة في النص بس تبقى في ارتفاع ميتين وتمنتاشر لو انتو فاهمين قصدي. يعني هنحط كده بلوكتين هنا وباع كده البلوكة كمان. ودي البلوكة اللي هكون في النص. للوقت البساطة هنحط لتلاتة ديرت وباع كده. وباع كده هنكرر العملية تاني تلاتة ديرت وباع كده واحدة ستون. وفي اخر مرة تلاتة ديرت وباع كده واحدة ستون. كده يبقى عندك اربع بلوكات ستون وبينهم ديرت. صح? هذه واحد. اتنين. ثلاثة. بوعبع. واخر بلوكة فوق خالص هتحط اتنين ديرت. الوقت الجزء الممل. محتاجين نغطي العمود ده كده كله بتراب دورز. فاحسن طريقة ممكن نعملها كده اللي احنا نحط هنا وهنا في الزوايا دي. عشان نقدر نحط تراب دورز براحتنا. الوقت هنشيل كل ديرت ده. وعلى كل ستون هنحط ترتل ايج. اللي بدت سلحفها. كده احنا حطنا اللي تحت دي وشنا منها ديرت. هنعمل برضو اللي فوق. وعلى الاربع بلوكات ستون اللي في العمود ده كله هنحط ترتل ايج. دلوقت الجزء شوية ممل لان احنا هنحط دلوقت البلاتفورم زلت تترسبن عليها كلها. فهنطلع من الجلاس ده حلو هنطلع منه اتناشر بلوك الاتجاه ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد داشر اتناشر. هنكرر العملية على كله على كل الاتجاهات زي كده بالزبط. وده هيكون اللي بيترسبن عليه البلاتفورم زي ده كده. دلوقت هنطلع ثلاث بلوكات لفوق. وهنعمل بلاتفورم زي ده بالزبط فوق. يستحسن نعمل اربعة من البلاتفورم دي تمام? ده كده واحد. وانا هامل التاني ومحتاجين اتنين كمان. عشان يدونا افضل ادايا. اوكي بعد ما عملنا الاربع بلاتفورمز دلوقتي احنا في اخر بلاتفورم. لازم تكون على اخر بلاتفورم اللي هو الرابع تكون على ارتفاع متين وثلاثين. لو مش على ارتفاع متين وثلاثين يبقى فيه حاجة غلط. الوقت هنطلع بلوكتين لفوق. وهنحط بلوكتين بالشكل ده كده وهنخليه بنفس طول البلاتفورم المتحتين. لو هبطل اعياني. يعني يكون خط من الجلاس بالشكل ده. برضو هنعمله على كل الزوائن. اوكي هنا الموضوع هيبقى غريب شويتين فركزوا معي تمام? اه عند الحتة دي هنسيب بلوكتين ونطلع بلوكتين ديرت. ومن الطرف الثاني نفس الموضوع نسيب بلوكتين ونطلع بلوكتين ديرت. ومن هنا هنحط جلاس. وبعد كده هنخلي الجلاس ده بنفس المقاس زي ده. كده هنطوله حد اخر البلاتفورم اللي تحتيه. وبعد كده هنعمل نفس الموضوع بالزبط. نسيب بلوكتين نطلع بلوكتين ديرت. وبعد كده نحط جلاس. ونعمل نفس اللي احنا عملنا بالزبط. اي حد ما يبقى عندنا الشكل ده بالزبط. ودلوقتي طبعا هنقرر النفس اللي احنا عملنا ده على كل الجوانب. يبقى كده نتلع بلوكتيندرت ونتلع بلوكتيندرت ومن هنا يجلس ونخليه بنفس الطول البلاتفورم اللي تحت ده. كده دلوقتي معاد اخر حاجة. الافكي روم. هنطلع اتنين وعشرين من الازازة. وبعد كده هنعمل بلاتفورم تلاتة في تلاتة عشان نقفك فيه. زي كده بالزبط. ممكن نتصر دي عشان نعرف نتلع بس زي الفول. وبس. كده وقت الافكي. طبعا انا مش اقفك دلوقتي ولكن تعتبر الفورمي كده بلها خلصت وشغلة زي الفول ايه. في الشيستات قريدي بيبدأ انزل جولد فخليها الوقت نلاحق. دلوقتي لازم نرجع البيت. انا عايز ارجع البيت بعد اللفة الطويلة دي. اه القلعة ما احلى اوكي. اوكي انا يمكن اكون موت يا شباب. الله اعلم يعني. يمكن فقط اكون موت. يمكن. هو مش مؤكد اللي انا اخسر تمانين لفل. لا هو يمكن خسر تمانين لفل. يمكن. طيب انا ممتش ولا حصل اي حاجة وبس ايه لفلي طار. اللي هو ايه لفلي طلع له رجلين وطلع يجري. مش مشاكل انا ممتش فانا يعني. نو نو انا ممتش. فانسيت هوري كل سريده بيعملي. دلوقتي احنا الصبح صح? طون. اللي اروح انام او ايه لا بقول لك ايه لا الاشي اللي احنا ما اتفقناش عالجوملة دي تظهر. اللي بيحصل بعد دلوقتي اللي احنا بقنا في غروب الشمس. السرير ده حرفين بيحاول النهار لليل. انت متخيلين دي قد ايه جامدة? انيوي بعد المغامرة الشكة الجميلة جدا هدي. جي بوقت اللي انا قتل الكريبر الحيوان اللي اللي انا لسه شايف وانه دلوقتي فين? فين يا كلب? خد يا كلب الحيوان يا كلب. قاعد بنتنصت في القلعة بتاعتي. القلعة بتاعتي يا لأ مات. فخلينا كده نيني الحلقة واحنا بنتمش في شوارع المدينة الفرية العالم. مش عارف اسمها ايه. لاحظة احنا ممكن نطلع اسم المنطقة دي بجد. يعني المنطقة دي كل ده كده كلها ممكن يبقى لها اسم خاص فيها. طب والله يا فكرة. كتبوا لي اسم في كومنتاته. عشان مكسر. وانا يكون الفيديو عجبكو. بتنسوش اللايك واشتراكو بكومنت. شوفكم الفيديو الجاي. اه يا مش مش سوري اعذروني يعني مش هقدر احط اي حد في الاسطول النهاردة لان انا بخطط لحاجة كبيرة. فهاجل موضوع الاسطول ده لمرة جاية. وعلشان خاطر عيونكو المرة جاية هنختار خمسة. مرة واحدة. خمسة مرة واحدة. يحيا جيش البطيخ. اشتركوا في القناة